زوجتك قالت إنك تنفع في الأدوار الرومانسية أوه يعني إيه هو ده السؤال أوه كده السؤال يعني أنا سألت خلاص بس هقولك يعني هل مثلا هي كانت بتقصد إن هي مثلا تقول إنك إنت رومانسي قوي يعني بتديك كلمة كده يعني ساعات كده الست تقول الراجل ده حبيب قوي يعني تكون إيه يعني اللي هو تحت الحزام يعني زي ما بيقوله فبصراحة كده يعني كانت زوجتك بتقصد إيه من الكلمة دي خليني أكلمك شوية عن مراتي عشان الصورة تبقى واضحة أكتر مراتي مش بعيدة عن الوسط الفني أنا تعرفت عليها مساعد مخرج ومساعد مخرج شطرة جدا جدا وكانت قبل ما نعرف بعض خالص من المعجبات بيها كممثل يعني هي سمعك دلوقتي وشايفك أنت موافق عالكلام ده هكمل لا لسا دي أنا هقول كلام أكتر كمان؟ طيب أنت تسحر فين النهاردة؟ في البيت في البيت؟ طبعاً حدري له الأكل تفضل كمل فيه هي شايفة أن أنا عندي كتير مطلش شايفة موهبتك وشايفة موهبتي كويس لأن هي في المجال لأن هي في المجال ومش بس لأن هي في المجال لأن هي برضو بتعرف تتفرج يعني بتعرف تشوف وبتعرف تختاري لبسي وبتعرف تنظم لي حياتي هي لتختاري لبسك؟ يعني بتبقى الستايلس بتاعك في كل حلقة أما في كل برنامق في كل عمل مش في كل عمل مش في كل عمل في حاجات ممكن في أعمال زي أبو عبدالله طبعاً دي أعمال الفتوة لا ما لهاش علاقة دي بتعرف شغلة ستايلس في أعمال مودرن بيبقى فيه ستايلس وبيقترح حاجات وهي بتقول له طب أنا عارفة هيبقى ده هيبقى أحسن عليه جرب كده شوف في حاجات بيبقى تمام يعني وهي بتلبسني في الحياة وهي هي مديرة يا لك اللبسك اللي انت الطقم اللي انت لابسه النهاردة طبعاً طبعاً دي أخرج عن النص اللي أنا بعمله ده ويخرج عن السكريب بس هي حقها طبعاً عشان نقول لها يعني لازم ببلاحقها أه يعني أولاً كل سنة وهي طيبة وبنبرك لها معيك لأن هي شركتك من حق أن احنا نبرك لها معيك وبنحييها طبعاً وانا أحب حييها واشكرها لأن هي لها دور كبير جداً ومهم جداً في حياتي هي تحملتني كتير جداً وتحملني كتير جداً في لحظات في فترات الشغل ببقى عنيف جداً ومش عايز حد يتكلم معايا وبعده عني وحاجات كده وهي مستحملة كل ده وأنا بشكرها ومدين لها بكل النجاح أنا بقى نجاح بس أنت قلتلي أنا هقولك أكتر كمان مفيش حق يعني كنت مستنية انفجار حاجة ما أنا حاسنت مستعجلة وعايزة ده لا 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 أنا أبص بقى بعد إذنكم بقى يا جماعة احنا مش هنقفل غير لما نسمع الكلام ده تفضل يا فان تفضل فعلاً أنا محظوظ بيها اي أنا حظي حلو أن شايماء بقت مراتي أنت قلتلي إن هي كانت من المعجبات فأنا قلتلك إذا أنت بتعترف كنت معجبة بيك يعني بتتفرج على السينما بتتفرج على الشغلي فهي آه معجبة بفنك آه بفن يعني ممكن أقول مثلا هي كانت هي اللي خلتك مثلا تاخد بالك منها لا خالص دي صدفة احنا تقبلنا صدفة تقبلت صدفة وتقبلنا صدفة النهار ده بعد شهر تجوزنا تجوزت بعد شهر ما تقبلت وكان حسن الاختيار طبعاً وثمرة بقى انت عندك بنت واحدة وانت عندها سبع سنين اسمها ايه؟ كارمن 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 بتفرج عليك؟ آه أحياناً بس هي بتفرج على بس هي فهمة ان ده بابا لما بتشوفك طبعاً بابي في التلفزيون وخلاص يعرف ان انا ممثل في الاختيار بصها بابي وهو بتاع وبعدين تروح تعمل اي حاجة وتيجي تاني تشوف مشهد لقوات المسلحة للصاقة وتسرح بقى وتروح مع الناس دي وبعد المشهد خلص قالتلي بابي انا عايزة بمجبر ابقى زي دول اشتغل كده عايزة تضرب نار تبقى لا هو ما كانوش بضربه نار لا ده مشهد كان فيه كلام مش مشهد اكشن انا بقيت في منتهى السعادة انه بقى النموذج بالنسبة لها النموذج المشرف ده يبقى كده الرسالة اللي تعمل عشانها المسلسل وصلت طبعا وصلت لطفلة بداية من سبع سنين طبعا